السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم نتكلم اليوم عن موضوح حقيقة الأبعاد الكونية التي يروج لها الآن وقبل البدء نرجو من سيادتكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وشكرا لكم لنبدأ كثر الحديث مؤخرا عن البعد الرابع والخامس للأرض وشعى بين الناس أن الأرض حاليا تنتقل للبعد الرابع ومن ثم البعد الخامس في السنوات القليلة القادمة ولما استفسروهم عن كيفية ذلك كان ردهم بأن انتقال البشر للأرض الجديدة أو الأبعاد الجديدة سيكون على مستوى الوعي والروح وليس على المستوى المادي والسؤال المطروح هنا هو من أين جاء هذا الفكر وعلى ماذا اعتمد وما هو أصل ذلك لنتابع بعد أن تحولت الفيزياء من مفهومه التقليدي إلى المفهوم الذي يطلق عليه الآن الواقعية القائمة على نموذج والمقصود بها أن كل ما في الوجود عبارة عن نموذج ذو طبيعة رياضيتية لا يمكن التأكد من حقيقته أبدا غاص علماء الفيزياء بعيدا عن الواقع لإيجاد تفسير للفيزياء الكمي الحديثة وحاولوا ربطها بما يشاهد ويرى فساغوا نظريات وفق ذلك المفهوم وأهمها نظرية الأوطار الفائقة التي جهدوا من خلالها في دمج قوانين الأشياء الكمية الدون ذرية مع الأشياء والأجسام الكبيرة أو بمفهوم آخر محاولة توفيق بين النسبية العامة لإنشتاين وفيزياء الكم وقالوا بأنها تشكل تغييرا جذريا في فهمنا للكون ما يجب أن تعلموه حول العلاقة بين الأبعاد الكونية ونظرية الأوطار ونظرية كل شيء هو أنه في هذه النقطة بالذات يقولون بأن نظرية الأوطار الفائقة متوافقة ومتقن رياضياتيا فقط في عشرة أبعاد وليس أربعة أبعاد كما يقول الفيزيائيون في تفسيرهم للكون أي أنه لا يوجد فقط الطول والعرض والارتفاع والزمن بل هناك عشر مستويات تصل حتى مستوى بلانك الحادي عشر الذي سبق وتحدثنا عنه في فيديو مستقل وهذه المستويات كلما قلت الطاقة كلما حدث بعاج لهذه الأبعاد الزائدة مما يؤدي إلى اختفائها فهذه المبادئ الغريبة التي تضمنتها نظرية الأوطار وتعدد الأبعاد كانت في الأصل محاولة لفهم قوة الثقالة التي لا تزال الفيزياء عاجزة عن تفسيرها لذا لفوا وداروا واعتمدوا في الأخير بالإضافة إلى الأبعاد الأربع المعروفة أبعادا إضافية أخرى صغيرة ملتفة على هيئة دوائر صغيرة للغاية وغير مرئية بالنسبة لنا وهذا ما يعرف عند الفيزيائيين والمختصين بالمسألة التراتبية وبناء على ما قلناه يقول الفيزيائيون بأنه قد توجد الأكوان المتوازية جنبا إلى جنب مع كوننا على أخشيتها الخاصة التي تقع على مسافة أقل من المليمتر من غشاء كوننا ولا يمكن رؤيتها وعللوا ذلك باللون الأصفر فقالوا إنه يحتاج إلى بلايين السنين الضوئية ليقطع المسافة ذهابا إلى طيات تلك الأكوان والعودة منها بطبيعة الحال هذه الأقوال وهذه النظريات لا دليل مادي وملموس عليها وإنما هي مجرد تخمينات وفاقة من جهة أخرى استغل أصحاب الأوهام هذا الفكر الفيزيائي ودمجوه مع التصور الفلسفي ولخصوا مفهوم الأبعاد إلى الأبعاد الثلاث المعروف الطول والعرض والارتفاع والوقت أو الزمن الذي جاء به أنشتاين وستة أبعاد افتراضية أخرى وبعد حادي عشر يتوقف عنده العقل ولا يمكن تخيل ما يحدث هناك الآن استغل أصحاب الدجل هذه النظريات وروجوها للناس وأفهموهم بأن هذه الأبعاد الكونية ما هي إلا انتقالات كونية غير مرئية وهي حسية على مستوى الروح والترددات وليس جسديا وأقنع زمرة كبيرة منهم بأننا كنا نعيش في البعد الثالث أو البعد المادي ثم انتقلنا إلى البعد الرابع الذي نرى فيه الطول والعرض والارتفاع والزمن ثم سننتقد إلى البعد الخامس الذي سيكون به الزمن تخيلي وليس واقعيا وسوف يمكننا من خلاله العودة إلى الماضي أو الذهاب إلى المستقبل ولم يتوقف الأمر هنا بل زادوا الطين بلا بقولهم بأن معظم الناس يعيشون بالبعد الثالث المادي وقليل منهم يعيش في البعد الرابع وهؤلاء هم من حدثت لهم صحوة روحية أو استيقاظ روحي واستطاعوا التخلص من مشاعرهم السلبية وكلما قطعوا شوطا كبيرا في رحلة التشافي الذاتي وتنقية العقل الباطن من تلك السلبيات كلما كان انتقالهم إلى البعد الموالي أسرع فأسرع وهنا هل تدركون حجم الدجل والخداع الممارس على الناس بغية استنزافهم ماديا وعقليا وروحيا وهل ترون ماذا يعني إخراج الناس من الواقع وإدخالهم في متهات الخيال والوهم هل اتضحت لكم الصورة لما أغلبية الناس الآن مغيبين ذهنيا ولا يعملون عقولهم إلا في تبرير ذلك الخيال بخيال أشد منه وكخلاصة لما قلناه إن الهدف من وراء كل ما قلناه هو محاولتهم إيجاد تفسير لما وضعوه من نظريات وافتراضات وما تلك الأبعاد والقياسات والأطوار إلا خطوة من الخطوات المتخبة لذلك وإن نجحوا في التأثير على أغلبية الناس فسيؤدي ذلك إلى نبذ كل القيم والمبادئ والتحرر من القيود التي يفرضه الدين والأعراف كما يقولون فيصبح كل شيء مباح وينعدم الشعور بالذنب وهذا والله هو الخطر بعينه في الأخير كل ما تسمعونه وترونه اليوم من هذه الدعوات والنداءات حول الأبعاد للكون والأرض ما هي إلا دعوة غير مباشرة للإنسلاخ من الهوية والذوبان في بوتقة الخنوع والخضوع وما النظريات التي تتحدث عن البعد الرابع والخامس للأرض أو مفهوم الأرض الجديدة كما شاع مؤخرا إلا محاولة لفصل الإنسان عن تعاليم خالقه وإلساقه بالوهم الروحي الذي يوفر له السعادة في المستقبل ويعطي له السكينة الروحية التي يبحث عنها والحقيقة أنك ترى بعينيك وتشهد بحواسك ما هو موجود أمامك في الطبيعة من طول وعرض وارتفاع لمختلف الأشياء وما الزمن إلا الفترة التي تقضيها لتأكد من ذلك ولا علاقة له بالبعد لا من قريب ولا من بعيد أما غير هذا فهو الوهم والخيال والدجل هذا ما أثبتته الفيزياء الكلاسيكية والواقع التجريبي وشهدت عليه مختلف العلوم الحديثة وهذا ما وضع لك وسخر لك في هذه الأرض لتؤدي الأمانة التي كلفت بها ومن يرى العكس فعليه بإثبات تلك المزاعم حول البعد الزمني أو الزمكان والأبعاد الكونية الأخرى ولو بدليل مادي ملموس واحد فقط من لديه سؤال أو استفسار يترك ذلك في التعليقات شكرا لكم والسلام عليكم شكرا لكم شكرا لكم